أنا بس حبيت على موضوع سد النهضة والمياه اللي حق مصر إلى الآن لم ينتهك في المياه أنا عايش بمصر أنا عايش بستة أكتوبر لم ينتهك حق مصر في المياه إلى الآن لكن إعلان المبادئ اللي تم بين مصر وأثيوبيا لم يتفق فيه على التفاصيل هناك تفاصيل بالاتفاق لم يتم جمدت المفاوضات بين مصر وبين أثيوبيا إلى فترة ولكن لم يتفق كما تدعي أثيوبيا وهي لما كانت عم تملأ السد لم ينقص حق مصر في المياه هذا من ناحية من ناحية أخرى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يستمد الشرعية من اتفاقية مياه مع أثيوبيا فخامة الرئيس موجود ضمن تعييد شعبي له تعييد واسع بمصر أنا موجود حالياً بأكتوبر وهذا شايفه على أرض الواقع بالنسبة للموضوع التهديد بالقوة مصر أولاً دولة مؤسسات فيها المؤسسة العسكرية وفيها مؤسسة القضاء وفيها العجزة التنفيذية القرار لا يتخذ فردي في مصر كما باقي الدول العربية مصر دولة كبيرة جداً وتعدادها أكتر من 115 مليون ما يتخذ فيها قرار فردي بشن عمليات عسكرية مثلاً على دولة أخرى إلا في حال تهديد أمنها القومي مصر بعهد الرئيس عن فتاح السيسي بنت جيش قوي جداً وبنت قاعدة محمد نجيب وطورتها أكثر وأصبح هناك أسطول جوي حتى إسرائيل تحدثت عنه كثير أن السلاح الذي تملكه إسرائيل يملكه مصر بأعداد وأضعاف كثيرة فأثيوبيا تعلم هذا الموضوع وتعرف أن اللعب بالنار مع مصر هو محرقة إلها مصر لا يمكن تتنازع عن حقها في المياه هي حقها تعمل سدود أثيوبيا يعني هي دولة منبع ولكن ليس لها حق بإنقاص أي شيء من مياه مصر وأنا موجود حالياً بمصر ولم ينقص المياه وبالعكس مشاريع أشوف صار فيه مشاريع لتحديث وتطوير البنية الزراعية بمصر العشوائيات قيمت شالوها بمصر وحالياً ببنية مدن جديدة البنية التحتية للطرق تضاهي حتى أوروبا وليجي على مصر بيشوفها بعينه فهذا تجني على مصر وعلى منجزات اللي صارت في مصر منجزات كبيرة وضخمة والقرار المصري قرار حكيم دائماً بابتخاذ أي قرار مقرار فردي يطلع التلفزيون وأنا بدي أضرب بصواريخ وأنا بدي ساوي لا موضوع مصر لا ما تتافق قرار بهذه الطريقة هاي فيها حكم أكثر بمطر ونتمنى دائماً لمطر السلامة